اشتركوا في القناة وكذا حد بيبقى مستغرب قدرتها دي لدرجة انهم بيبقوا فاكرين انها نامت وبتاخدت شنج جائزتها وبعدها بتروح لتجربة اداء عصف بيانو وبتفتكر اللي حصل قبل 3 شهور لما عرفت انها تصابت بمرض نيدر اسمه تصلب الاطراف ومعرفتش اي حد وجالها اكتئاب لدرجة انها يقست مالحياة لكن في مرة سمعت عن مغني اسمه نان وكانت بتحس في اغنيب التفاؤل فرجعت تفكر في الحياة بشكل جديد من تاني وراحت اشتركت في مسابقة عصف بيانو وعزفت حلوة جدا لكن في الاخر تلغبطت ومختروهاش للأسف لكنها بتقرر ما تيقسش تاني وتحاول مرة تانية بعدها بتروح تشتري اهدية لصحبتها ك علشان اتقابلت في وظفتها الجديدة وبتختر لها سلسلة رقيقة وقبل ما تقابلها بتروح على الحمام وهناك بتسمع صوت شاب فبتسرخ وبتسأله هو بيعمل ايه في حمام السيدات فبيعتذر منها وبيقول لها ان بطنه واجعي وما اخدش باله ولو معاها مناديل تديله لان ما معهوش وهيديها تذكرة الحفل المغني نان وما بتصدقهوش تشينج فبيرملها التذكرة من تحت البيب ولما بتشوفها بتلاقيها هي وبتاخدها وبتحدف له كيس المناديل هو يقول لها تشوف لو المكان برا ما فيهوش حد وفعلا بتشوف له وبتقول له يطلع وبتمشي تشينج على طول على مكان صحبتها وبيطلع الشاب وبيبقى لبس كمامة ومغطي معظم شكله وبيركب العربية وبيطلع ان الشاب ده هو المغني نان وبنشوف تشينج وهي بتسلم على صحبتها كي واللي بتوسيها علشان ترفضت في تجربة الاداء لكن بتعرفها تشينج انها مش زعلانة وبتطلع الهدية وبتبرك لها علشان الوظيفة الجديدة بعدها بتوريها تذكرة الحفلة وبتحكي لها على اللي حصل ولسه كي هترد عليها بيجي لها مكالمة من رئيستها في الشغل وبتعرفها انها عايزها وبتمشي كي وبتروح تشينج هي كمان علشان تجهز نفسها لحفلة بالليل بعدها بنلاقي نان قاعد في قطه وما بيبقاش عايز يروح الحفلة لكن مدير اعماله روي بيعرفوا انهم تعاقدوا خلاص وانه ما بقاش زي المطربين اليومين دول ولازم يرجع من تاني ويكتسح الساحة من اول وجديد وبيروح نان خلاص وبيكون محدش مهتم بيه او بيشجعه غير بطالتنا تشينج وبعد ما بيخلص بتجري على الكواليس علشان يمضلها وهي بتمشي من هنا وبتيجي المطربة جو وبتحاول تغطي على نان وبتفضل تشكر فيه قدام الصحافة وبتعلن انهم هيعملوا اغنية مشتركة مع بعض وبيبقى واضح في كلامها انها عايزة تبين ان لها فضل على نان وبيظهر فيديو مرة واحدة على الشاشة في نان وهو في الحميم مع تشينج وبتشوف كو اللي بتبقى جاي تغطي احداث الحفلة فبيسيب نان الحفلة وبيروح لقوته لكنه بيخبط في تشينج وبيقع على الكنبة وبتيجي الصحافة فجأة فبيجري نان وبياخد تشينج معي لحد ما بيهربوا منهم وبعدها بيخلي نان تشينج هي اللي تسوق لانه بيكون شارب وبتوصله لبيته وهي بتطلع الصورة بتاعته علشان يمضلها عليها وبيقع دفترها منه وما بتاخدش بالها وبيمضلها نان على الصورة وبعدها بتروح تشينج وبتبقى مبسوطة جدا ولما جيت تطلع الدفتر بتاعها ما بتلاقيهوش وبتفتكر انها ممكن تكون وقعته في عربية نان فبتبعت له رسالة وبتكتب فيها رقمها وتاني يوم بيتحك روي على نان وبياخده للستوديو وما بيكونش ايوله النجوه هناك وبيتضيق نان لما بيشوفها وبعدها بيتحيل عليه روي علشان يسجل معها الأغنية وبيوافق نان بالعافية وبعد ما بيخلصه بيجيب له السواق الدفتر اللي لقاه في العربية وبيعرف انه بتاعت شينج ولما بيفتحه بيلاقيه كله بيتكلم عنه وبيلاقي كمان كلمات أغنية وبيستغرب لما بيلاقيها معيها وبنشوف بعدها شينج وهي قاعدة مع ك وفجأة بيجي لها اتصال من نان فبتقوم بسرعة تروح له وبتروح ك لشكلها من تاني وبنلاقي نان بيدي لتشينج دفترها وهي بتحكيله عن انه ازاي غير حياتها للأفضل وانها من أشد معجبينه كمان وبننتقل عند ك اللي رحت لرئيسة التحرير وبتعرفها انها محتاجة مصور ضروري علشان تصور خبر حاصري وبيبقى اخو رئيسة التحرير موجود وبيكون بيعرف يصور فبيروح معيها وبتتصدم ك لما بتلاقي تشينج هي اللي معناها وما بتخليش اخو رئيسة التحرير يصور حاجة ولما بترجع الشغل بتزعق لها رئيسة التحرير وبتحذرها انها تعمل شغلها بالطريقة دي وبتمشي ك وهي متضايقة فبينادي عليها اخو رئيسة التحرير وبيسألها لو ما عرفتش هو مين لحد دلوقتي فبتعرفوا كو انها مش واخدبلها فبيقول لها انه يوان وكان معها في السنوية وبتفتكر كو وبتعتذر منه وبتعرفوا انه شكله تغير عن الاول لانه كان تخين علشان كده ما عرفتهوش فبيقول لها يوان انه مفيش مشكلة وبيعزمها على العشاء لكنها بتقوله انه عندها معيد وبتمشي بعدها بتروح تقبل تشينج وبتحكيلها على اللي حصل معيها في الشغل فبتعتذر منها تشينج وبيقاضوا يشربوا مع بعض وعند نان بيبقى قاعد بيفتكر الورقة اللي فيها كلمات الاغنية بتاعته اللي مع تشينج وانه ازاي بقت معاها لانه لما كتبها ما كملهاش وما عجبتش المنتج وعلشان كده رماها من على الكبري وتقريبا كده لقيتها تشينج واللي لما بيسألها عن رأيها بتقوله ان كلمات الاغنية عجبتها جدا ونفسها تقابل اللي كتبها علشان تقوله عن رأيها ده فبيقرر نان يروح لها وبيتصل بيها وبيعرف مكانها ولما بيروح بيلاقيها شربة وحالتها حيلة هي وصحبتها وبتقرر تشينج تتصور معايا وبتصورهم كو واللي بتكون مش في وعيها اصلا وبيقرر نان يوصلها لكن كو بتقوله هتطلب تاكسي فبياخد تشينج معايا واللي بتقول لصحبتها تبعت لها الصور والزكية التانية بتيجي تبعت الصور لكن بتبعتها لحد تاني بالغلط وفي عربية نان بيسأل تشينج عن عنوانها لكنها ما بتكونش عارفة وبتنام وبيكونوا اهلها قلقانين عليها وبيتصلوا بيها وبيكون تليفونها مغلق وتاني يوم الصبح بتصحى تشينج وبتلاقي نفسها في فندق وبيقول لها نان بانه معرفش عنوان بيتها علشان كده جابها هنا وهو بيدور في تليفونه وبيلاقي صورهم منشورة فبيسألها صاحبتها بتشتغل ايه وبتعرفوا انها صحفية وبعد ما بتفتر معايا بتنزل علشان تروح وبتطمن اهلها عليها وبيجي روي وبيكلموا على حوار الصور وبيطلب منه انه يخلي تشينج حبيبته وبالمرة يمنعه بانها تلاحقه وما بيبقاش نان موافق لكنه بيروح يحاول معها وهي اصلا اللي بترفض لما بتعرف ان الموضوع مزيف بعدها بتروح تقابل كو واللي بتفضل تعتذر منها وبتسمحها تشينج وبتحكي لها على طلب نان وبتعرفها انها رفضت وبتوفقها كو في قرارها ده بعدها بتروح تشينج وبتلاقي ابوها بيدور على حد يدي له فلوس علشان يشتري المطعم اللي بيشتغل فيه لكن ما بيلاقيش وبتقول لهم ياخدوا الفلوس اللي حطينها باسمها في البنك لكن بيرفضوا فبتقرر توافق على عرض نان مقابل يديها فلوس تساعد ابوها وبينلاقي تشينج بعدها رحت لروي وبتعرفوا انها موافقة وهو بيقول لها انها كمين هتبقى مساعدة نان وهي بتوافق لكن بتقولوا يسلفها مبلغ وبيبقى كبير جدا وبتعرفوا انه هيخصمه من مرتبها اللي هتاخده وبيوافق روي وبيمضوا على العقد وبتقولوا ان الفلوس دي لباباها وبتعرفوا الموضوع وبتتفق معاه على خطة تخلي باباها ياخد الفلوس من غير ما يعرف انها منها لانه اكيد هيسألها جابتها منين وبيروح روي للمطعم اللي بيشتغل فيه ابوها شيف وبيقعد يشكر في اكله وبيقولوا ان شخصه موهوب وهو هيستثمر فيه ويخليه بقى صاحب المطعم طبعا ابو تشينج ما بيصدق وبيوافق على طول وبتبقى تشينج بتبص عليه وهي فرحانة انها قدرت تساعده بعدها بياخدها روي وبيخليها تتصور معنا صور علشان يبينوا انهم بيحبوا بعض وبتنزل الصور دي على النت وبتجيب تفاعل وتعليقات كتير وبتكون كو قاعدة مع يوان وبتشوف صور تشينج وبتفتكر انها سابت استقالتها على مكتب رئيستها وبتقرر تروح تاخدها علشان تقدر تساعد تشينج لو الجريدة بتاعتهم هتنزل حاجة عنها وبيروح معاها يوان وبتروح لمكتب رئيستها وبتاخد الاستقالة ورغم انهم كانوا هينكشفوا من الحارس لكن بيعرفوا ان عندهم شغل وخلاص هيمشوا وبتروح كو تقابل تشينج وبتعرف انها وفقت علشان تساعد نان وفي نفس الوقت تساعد باباها وبتسألها كو امتى هتعرف اهلها فبتقول لها تشينج انه لما ييجي الوقت المناسب وانهم كده كده مش بيتابعوا سوشل قوي بعدها بتروح تشينج المقابلة شغلة عبارة عن معلمة بيانو ولما بتعمل تجربة اداء بتتلقبط لكن بيجي واحد اسمه تشان وبيكون صاحب المكان وبيعرفها ان عزفها حلوة وهيديها فرصة وبيسألها لو هي حبيبة نان وهي بتقول له ايوة فبيقول لها هو نان ما عندوش مانع انها تشتغل عنده فبتستغرب تشينج من سؤاله لانها عارفة ان تشان صاحب نان اصلا وبتقول له انه ما عندوش مانع بعدها بتمشي وبتروح تدي مفاتيح عربية نان ليه عشان نسيها وبتروح له المصحة وبتبقى مستغربة وجوده في مكان زي ده وبنلاقي نان بيروح يقعد مع مامته واللي بيبقى عندها مشكلة في عقلها وبتبقى فاكرة ان نان جوزها وبتبقى بتعمله على اساس ده وبتشوف تشينج في القوضة بيانو شكله جميل فبتقعد تعزف عليه وبييجي نان ومامته واللي بتسمع عصف تشينج وبيعجبها قوي وبتسأل نان عنها فبيقولها انها المساعدة بتاعته الجديدة وتين يوم بييجي نان لمامته وبينديه الدكتور وبيقوله ان مامته اعجبت بعصف البنت اللي كانت موجودة وان ده ممكن يساعد فعلاجها فبيعرفه نان انه هيخليها تيجي تعزف تاني وفعلا بيوظف تشينج تيجي مرة في الاسبوع وتعزف لمامته ومامته بتحبها قوي فبيحب نان انه يكافئها وبياخدها ويخرجها وبيروحوا ياكلوا ويلعبوا حتى بيروحوا الملاهي ورغم ان نان بيبقى عنده فوبيا من المرتفعات بيركب مع تشينج وما بيرضاش يزعع عليها وهم مروحين بتتكلم معي بخصوص الفلوس اللي استلفتها من روي وبيكون نان مش عارف الموضوع ده وبيفتكر انها وفقت تبقى حبيبته مقابل الفلوس وبس وبيروح نان لروي وبيسأله عن الموضوع ده فبيعرفوا روي ان تشينج كانت محتاجة الفلوس علشان تساعد باباها وكفية انها كمان بتساعدهم في ده حقها عادي وتاني يوم بتبقى تشينج قعدز علينا وبتفكر في رأي نان عنها وبتدخل عليها مامتها وبتديها علبة دواء وبتتخض تشينج فبتقول لها مامتها انها لقيت علبة الفيتامين دي خلصانة عندها فخلت باباها يجيب لها تاني فبتاخدها تشينج وبتشكرها وبتتناهد بالرحة لان مامتها ما عرفتش حاجة وتاني يوم بتروح تشينج الشغل وبتكون بتدرب بنت صغيرة على البيانو فبتدخل عليهم واحدة وبتكون فتحة لايف ولما بتشوف تشينج بتقرب منها وبتصورها وبتقول لها تشينج ان ده مكان شغله وما يفعش اللي هي بتعمله ده لكن البنت ما بتهتمش ولما بتسمع صوت المدير تشان بتروح تصوره هو كمان وبيشوف نان اللايف وبيعرف ان تشينج بتشتغل هناك وبيروح لها نان وبياخدها وهم في العربية بيقول لها تسيب الشغل ولو على فلوس رويه هو هيسدها لكن تشينج بتقوله انها حبيب تقال لكن مش في الحقيقة فموضوع شغلها ده يخصها هي وبتطلب منه ينزلها لكن نان بيعرفها ان فيه صحفيين ماشين وراهم وعلشان كده هيروحوا على بيته وفعلا بيروحوا لهناك وبتبقى تشينج معجبة بديكور البيت لكن بتبقى متضايقة لان البيت مش مترتب وبيطلب منها نان انها تطبخ وفعلا بتروح تعمله الاكل وبتيجي جو لبيت نان لكنه بيعاملها ببرود واول ما بتشوف تشينج في بيته بتتديق وتمشي وبعدين بيقعد نان وتشينج ياكله وبعد ما بيخلصوا بتبقى تشينج عايزة تمشي وبيقول لها تبات هنا علشان ما يكونش حد مرقبها ويتاني يوم بتصحى وبتعمله الفطار وعند اهلها بيكونوا شايفوا الصور واتصلوا بيها علشان تيجي ضروري وبتروح لهم تشينج وبيطلبوا منها انها تنفصل عن نان لانه كان مرتبط قبل كده وانفصل وهما ما يعرفوش حبيبته انفصلت عنه ليه فبتعرفهم تشينج انها مش هتنفصل وانهم يدولوا فرصة فعلشان كده بيعزموا عندهم في المطعم وبيبقى نان رافض ومش عايز يروح لكن بتروح له تشينج وبتعد تترجاه وهو برضو عند موقفه فبتطلع تليفونها وبتهدده بالفيديو اللي معها اللي دخل فيه حمام السيدات واخد منها المناديل فبيحاول نان ياخد منها التليفون لكن بيقعوا هما الاتنين على الكنبة في مشهد رومان وبتقوم تشينج وبتمشي وما بتبقاش عارفة هتقول لأهلها ايه وبيتصل روي على نان علشان يقوله يلبس ايه ويفضل يديله في نصايح علشان ما يتوترش وبنلاقي تشينج رايح على المطعم وبتفكر هتقول ايه لأهلها لكن بيطلع شاب من اللي شغالين هناك وبيقول لها ان حبيبها جوة وهي بتستغرب ولما بتدخل بتلاقي نان موجود وقاعد مع أهلها واللي بيبقى كل شوية يسألوه سؤال وكل ده بسبب خوفهم على بنتهم اللي اول مرة ترتبط وبيقدموله مشروب وبعد خمس دقيق بيبقوا بيتحكوا مع بعض وبيبقى في حالة غريبة وبتبقى تشينج بترقبهم وهي مبسوطة وبتتمنى ان لو فعلا كان ارتباطها بنان حقيقي بعدها بيجي روي وبياخد نان واللي بيبعت رسالة للتشينج علشان تيجي معي لمامتو وهي طبعا بتوافق وتاني يوم بيروح نان ومعي تشينج لمامتو واللي بتقعد معيها وبتحط لها مناكير كمان وبيبقوا منسجمين جدا مع بعض بعدها اخدها نان علشان يوصلها لكن بيجي لها اتصال من المستشفى فبتخلي نان يطلع على هناك وبتروح لقود الطفل صغير وده بيبقى مصاب بنفس مرضها وبتبقى معتبرة صديقة وبتطمن انه بقى كويس وبعدها بتمشي لكن في طريقها مع نان بتلمح الدكتور بتاعها فبتطلب من نان انه يمشي وهي هتخلص حاجة وهتجيله وبيمشي نان فعلا وبتروح تشينج للدكتور وبيعودوا يتكلموا عن حالتها وبيسألها ليه ما بتجيبش حد معيها من اهلها فبتعرفوا انها ما عرفتش اي حد لسه وبعدها بتطلع تشينج لكن بيشوفها تشان فبيدخل للدكتور وبيسأله عن سبب وجود تشينج وطبعا بيقوله الدكتور وكده بيبقى تشان اول واحد يعرف مرضها وبنلاقي والد تشينج بيتصل على نان وبيسأله عنها فبيقول نان انه هيشوفها وهيكلمه وبيرجع تاني للمستشفى وبيروح تشان لتشينج اللي بتكون قاعدة بتعيط وبيوسيها وبيحضنها وبتقوله ما يقولش الحد عن مرضها وان ده هيبقى سرهم وبيبقى نان للأسف في نفس اللحظة وبيشوفهم وبيفتكر ان بينهم حاجة وبيمشي وبيسيبها وبيوصلها تشان لبيتها وبتطمن اهلها وبعدها بتدخل قضيتها وبتتصل على نان لكن ما بيردش فبتبعت له رسالة وتاني يوم بتصحى فما بتلاقيهوش رد على رسالها فبتستنى يومين وبرضو ما بيردش عليها فبتروح للمعيد بتوع مامتو وبتعزف لها على البيانو وفي وسط كلامهم بتعرف انه جه الصبح يزور مامتو فبتطلع تشينج وبتتصل على روي فبيقول لها ان نان الفترة دي منعزل علشان بيكتب اغنية جديدة فبتافل تشينج معي وبتعرف ان نان بيتجنبها بس ما بتبقاش عارفة السبب وبالليل بيكون نان بيكتب الاغنية وبيقعد يفتكر ذكرياته مع تشينج علشان يجيله الالهام ويكتب وفجأة بيسمع صوت حد وبيكون روي ماشي من شوية اصلا فبيمسك عصايا وبيطلع يشوف مين لكن بيلاقي وان واللي بيطلع صاحبه وان نان مغيرش كلمة مرور الباب علشان كده دخل وبيقعدوا مع بعض وبنشوف جوه بتبقى مخلية مديرة اعمالها ترأي بكل حركات نان وتبلغها اول بول وبنشوف تشينج رجليها بتقف وهي خارجة من الشغل فبياخدها تشان للدكتور واللي بيقول لها ان حالتها مش بتتحسن وانه قدامها يحصل لها ضمور في العضلات فبتسأله تشينج وهي حزينة قدامها قد ايه وتبطل تعزف بيانه فبيقول لها الدكتور انه من 3 سنين لخمسة وان ده بيختلف من مريض لمريض وممكن لو سيطروا على الوضع تعيش لعشر سنين فبتبتسم تشينج وبتقوله انها كانت عارفة بس حابت تتأكد وبينلاقي نان ويرو بيروحوا لشغل تشينج بس مش بيلقوها هناك وبياخد تشان تشينج لمزرعة ورود فاضية وبيخليها تصرخ وتخرج الطاقة السلبية اللي جواها وبعدها بيوصلها للبيت ومن سوق حظها نان بيبقى مستنيها هناك وبيشوفها نازلة من عربية تشان فطبعا بيزعق لها وبيقول لها كلام بيدايقها وبيمشي ويسيبها وبيروح نان البيت وبتجيله رسالة منجو فيها صورة لتشان وتشينج وهما مع بعض فبيروح لها تاني يوم وبتعمله فيها انها بريئة وعايزة تساعده وبتقوله ان حد صورهم وهي اشترت منه الصور دي علشان الصحافة ما تشم مش خبر فبيشكرها نان وبيمشي وبيطلب روي من تشينج تجيلهم وبيتجمعهم التالتة وبيوريها نان الصورة وبيقول لهم روي ان الحل لانهم يعيشوا في مكان واحد فبتفكر تشينج توافق علشان محدش من اهلها يعرف بمرضها وبتقوله انها هتوافق بشروط بان يكون لها قوضة لوحدها وكمان نان يعتزلها على كلامه وبيبقى نان مش عايز فبتقوله يفكر وبتمشي وبتسبهم وبتروح على شغلها وبالليل بيقعد نان يتدرب لكن ما بيعرفش فبيقرر يبعث رسالة لتشينج وبيقول لها تجيله الساعة ستة وتاني يوم بتيجي وبيقعدها علشان تاكل وبيقول لها ان هو المحضر الاكل لكنها بتعرف انه بيكذب لما بتشوف الفطورة فبيتحرق نان لكنه بيعتذر منها على الكلام اللي قيله وبتسمحه تشينج وبعدها بتروح تتفق مع كو على خطة علشان اهلها يوافقوا وبتقولهم انها تشتغل في مكان بعيد فهتعيش مع كو وكمان هي عايزة تعتمد على نفسها فبيوافقوا لكن بيقولوا لها عايزين يشوفوا البيت اللي هتقعد فيه وتاني يوم بتحضر تشينج شنطتها وبتفكر انها نسي التقرير المستشفى فبتروح تجيبه وهي راجعة بيقع منها وبتشوفوا مامتها وقبل ما تقرأه بتاخدوا منها تشينج وبتقول لها انهم كده هيتأخروا وبعدها بيروحوا البيت وبيكون نان هناك واللي بيفهمهم ان ده بيت صاحبه هو مش قاعد فيه الفترة دي وطبعا بيكون نان شاهل كل حاجته في البيت علشان ما يشكوش وبتشوف ام تشينج قدد بنتها واللي بتتصدم تشينج من جمالها وان نان وضبها علشانها بعدها بيمشوا اهل تشينج بعد ما بيتطمنوا على بنتهم وبيبقى نان وتشينج مش متفقين في البيت على اي حاجة وكل واحد بيبقى ليه نظام مختلف عن التاني بعدها بنشوف رئيسة كو في الشجل تطلب منها تعمل مقابلة مع نان وبتوافق كو وبنعرف ان يوان اخوها هو اللي قيل لها تعمل كده لانه عايز يتقرب من كو وبنلاقي نان وتشينج بيتصلوا على روي وبيشتكولوا وبيبقى كل واحدة عايز يحطوا شروط جديدة والصبح بتروح تشينج تقبل كو واللي بتترجاها ان نان يعمل معاها المقابلة وبتقول لها تشينج انها تحاول تقنعه وبيجي لهم روي تاني يوم وبتبقى تشينج معترضة على شروط نان وبيبدأوا يتخنقوا وبيسيبهم روي وبيطلع فبتفتكر تشينج ان معهاش فلوس وغير ان صاحبتها عايزة تعمل مقابلة مع نان فبتوافق على شروطه مقابل انه يعمل مقابلة مع صاحبتها فبيوافق نان وبيقول لها ما تخرجش في اي حتة من غير ما تقوله فبتوافق تشينج وبعدها بيحب نان ياخد رأي تشينج في الاغنية اللي عملها وهي بتتصدم وبتحس ان الاغنية معمولة علشانهم وتاني يوم بيصحى نان وبيلاقيها محضرة له الفطار وروحة الشغل وبيبقى نان مبسوط جدا وبنلاقي بعدها تشينج روحة الشغل وبيبقى تشان عايزها وبيديها تذكرة لحفلة عزف بيانو مشهور وهي بتاخدها وبتبقى مبسوطة وبيروح نان عند رأي وبيسمعه الاغنية وبتعجيبه جدا وبيقوله نان ان الاغنية هيبقى اسمها اجنحة الدجاج وبيقرروا ينزلوها على موقع مشهور وبيروح نان علشان يتعشى مع تشينج وبيقولها انه بقى يحب الاكل من ايديها وبتفرح تشينج وبتروح تحضر الاكل وبلا غلط شاف نان رسالة على تليفونها وبتكون من تشان وبيعرف انهم هيتقابلوا بكرة فبيتضيق وبيطلع قطه ما بيتعشاش وبالليل بينزل وبيبقى جعان جدا وبتيجي تشينج من وراه وبتجيب له الاكل بتاعه اللي كانت محضرة وبعدها بتقوله ان عندها بكرة مشهور وبيقولها ما تتأخرش وبيبتسم ابتسامة خبيثة وبنعرف ان عنده خطة ويتين يوم بيروحوا الممطو وهم خارجين بيمثل ان بطن واجعاه وبتتصل تشينج على روي علشان ييجي وبتروح تجيب لنان دواء وبتعود تعمله حاجات دافية وبتبقى القانة عليه وبيجي روي فبتروح هي على الحفلة لكن للأسف بتكون خلصت وبترجع البيت وبتعرف ان نان كان بيمثل فبتتضيق جدا وبتعرف انها كانت هتحضر حفلة مش رايحة موعد مع تشان وبتمشي وبتسيب له البيت وهو بيطلع وراها وبيفضل يعتذر لها على اللي عمله وبعدها بيجي لها كو ويوان وبتقول لها كو انها مش هتقدر تسافر معها علشان دراها تكسر والدكتور قال لها ترتاح فعلشان كده بتتحيل عليها تشينج انها هتبات معيها وفعلا بيبيت وبيستمتع مع بعض وتاني يوم بتحضر لهم تشينج الفطار ولما بيعرفوا ان تشو قريب رئيس التحرير الجريدة بيمثلوا انهم بيحبوا بعض جدا وقبل ما تمشي كو بتقول لتشينج انها لايق على نان وشكلهم بيحبوا بعض وفي نفس الوقت بيقول يوان لنان انه يعلم جوازوا عليها لانهم قبل جميل وبيدور نان على تشينج وبيلاقيها في الحمام علشان بطنها وجعيها وتعبانا فبيهتم بيها نان وبيجيب لها كل حاجة لحد عندها وبننتقل لوالد تشان اللي بيبقى عايزم صاحبه وبنته علشان تشان يشوفها ويجوزوهم لكن بيدخل تشانو معاه بنته وبيبوز كل خطط ابوه وبيمشي الضيوف فبيعود يزعق لتشانو وبعدها بيمشي بعدها بنشوف نان بيتطمن على تشينج وفجأة الباب خبط وكانت جو فقال نان لتشينج تطلع عقودتها علشان ما تعرفش مين وفعلا انطلعت تشينج وبيفتح نان ليها واللي اول ما بتدخل بتقوله انها مش مصدقة ان تشينج قاعدة معاه وانه حبها بالسرعة دي وانها عايزة ترجع له وبييجي روي وبيبقى جايب لهم اكل وبيقوله انه هيسافر لمدينة تانية علشان التصوير وبيقوله نان ان تشينج مسافرة مع صاحبتها لنفس المدينة برضو فبيقترح روي ان تشينج تبقى المساعدة الشخصية بتاعته وفجأة بتظهر تشينج قدامهم وبتقولهم انها موافقة وبتاخد الاكل بتاعها وبتمشي وبيبقوا الاتنين قاعدين مصدومين بسبب انها اكيد سمعت كلام جولي نان وردوا عليها وبعد كام يوم بتتعب تشينج وبتروح للدكتور واللي بيقول لها ان التعب ده امر طبيعي في حالتها وبيدخل تشان عليهم وبيقول لها انه حب يكون معيها وبيبقى جنبها فبيكمل الدكتور كلامه بيقول ان فيه اجهزة ممكن تساعدها لما يجيلها تشنك في عضلتها وبيقول تشان انهم من اللي بيتصدروا الاجهزة دي للمستشفى فهو هيساعدها وانها متشلش هامة اي فلوس وبياخدها معي البيت وبيجيب لها جهاز صغيرة الخاص بيها علشان تقدر تاخده في اي مكان وبتشوف تشينج شرائط اغاني الوحدة كان ابوها بيسمعها فبيقول لها تشان انها والدته اصلا وفجأة بيدخل عليهم ابوه وبيعدي هزاقه برضو وبيعتذر تشان من تشينج على اللي حصل لكنها بتقوله انه ما حصلش حاجة وبتسأله عن سبب خلافه مع نان فبيقول لها تشان انهم كانوا عاملين فرقة وفجأة طلب نان انهم ينفصلوا ولما جات والدته تتكلم معاه رجعت وخلصت على نفسها وبعد كم يوم شايف نان في مكتب والده وكمين كان والده بيديله فيزا فعرف ان نان مشترك في موت والدته فبتقرر تشينج تسأل نان عن الحوار ده وتفهمه منه بعض يومين بيسافر نان وتشينج وبيقول لها انها في اجازة اليوم ده وهو هيروح الاجتماع وكمين تفضل فتحة تليفونها فبتفرح تشينج وبعدها بتروح تلف في المدينة وتتصور لكن فجأة تليفونها وقع في الميا وبيبقى نان بيتصل بيها بسبب المطر اللي برا وتليفونها بيبقى مغلق فبيطلع يدور عليها وبيلاقيها وقفة تحت مظلة وبيزعق لها لكن بتقوله على اللي حصل فبيديها نان الشمسية وبيشيلها على ظهره وبتبقى تشينج مسكة الشمسية وبيبقوا الاتنين مبسوطين وبيبتسموا ولما وصلوا لفندوق قال لهم السواق ان كل القوض محجوزة وما فيش جرقودة واحدة بس فبيبصوا نان وتشينج البعض وبعدها بيقولوا نان يحجزها وبيفرح السواق وبنعرف ان دي خطة روي عاملها علشان يقربهم من بعض وبعدها بيروحوا القوضة وبيقول نان لتشينج تاخد شاور علشان ما تتعبش وبعد ما بتخلص بتتصل على اهلها واللي بيستغربوا انها بتتصل من تليفون نان فبتقولهم ان تليفونها فاصل فعشان كده اخدت تليفونه فبتفل تشينج معاهم وبيتفقوا انها هتنام على الكنبة ونان على السرير وبالليل بيصحيها نان وبيخليها تنام على السرير علشان صعبت عليه والصبح بيروحوا الموقع على التصوير وبيعرف نان ان بطلة الكليب بتاعه مش هتعرف تيجي وان جوه هتبقى مكانها وطبعا دي بتكون خطة جوه فبيقول نان للمخرج انه عايز تشينج تبقى البطلة بتاعته وخصوصا انها حاببته فبتبقى تشينج عايزة ترفض لكن نان بيقول لها لو رفضت مش هيعمل الكليب اصلا فبتضطر تشينج توافق وبتروح تجهز نفسها وبتخرج لهم بعد ما جهزت والكل بينباير بجمالها وبعدها بيعملوا الكليب وبيبقى المخرج عجب وقوي لانه باين طبيعي وتاني يوم بياخدها نان كمكافأة لها وبيفسحها في المدينة وبيروحوا ياكلوا ويلعبوا وبيجيب لها نان ايس كريم لكن بيقع من تشينج وهي بتحزن لان صوابع اديها وقفتوا وبتمشي وبتسيبوا فبيجيب لها نان واحد تاني وبيجري وراها وبيقول لها ما تزعلش وهي بتبتسم له وبتاخده بعدها بيروحوا لحديقة ورود وبيلاقوا شجرة بقالها سنين هناك وبيقراروا يكتبوا امنياتهم عليها وبتتمنى تشينج ان ابوها وامها يبقوا كويسين وان مامة نان تخف وبعدها بيتمشوا بيروحوا يرقبوا الغروب وشوية وبطن نان بتوجعوا قوي وبيروحوا المستشفى وبنعرف انه تعب من اكل الشارع فبتعلقلوا الممرضة محليل وبيباتوا هما الاثنين في المستشفى ويتاني يوم بيروحوا الفندق وبيجهزوا حاجتهم علشان يروحوا وفي الطريق بيديها نان تليفون هدية وبيوصلها لمطعم اهلها وهو بيروح لشغله ويتاني يوم بتروح تشينج الشغل وإديها بتقف وهي بتعزف وبتجيلها البنت اللي هي بتدربها وبتحاول تبان طبعية قدامها بعدها بتبلغ نان انها هنبيت عندك وهو بيوافق فعلا فبتروح هناك وفي نفس الوقت بيجي وان وروي بيته مع نان وتاني يوم بتبقى تشينج في الشغل وبيشوف تشان معاها ألبوم اللي عايزة في البيان والمشهور فبياخدها وبيقعد يهزر معاها في داخلت نان وروي اللي بيشوفه اللي بيحصل وبيمشي نان من غير ما يعرفها انه جاء وبيبقى متضايق لان الألبوم هو اللي كان جابه لها هدية وبيقول لروي انه يبلغها انه سفر لرحلة عمل مفاجأة وفعلا بيبلغها روي بكده بعدها بيحاول روي يهديه وبيقوله لو عايزها ما يضيعهاش من ايده لكن نان تهور وراح لبيت تشان وبيضربه بعض وبييجي أبو تشان وبيبعدهم عن بعض وبيقعد نان بعدها يفكر في كلام روي وبيقرر يرجع بيته وبيتصل عليها وبيقول لها تحضر له أجنحة الدجاج اللي بيحبها ولما بتسأله عن السفر بيقول لها انه خلص بسرعة وجه فبتروح تشينج تتساوى وبتجيب الحاجات اللي هتطبخها وبيجي نان ياخدها وبيروحه وبعد ما بتخلص الأكل وبيعودوا ياكلوا لسه الباب بيخبط وبيبقى أبو تشينج وبياخد نان حكته بسرعة وبيطلع يستخبه وبتروح تشينج تفتح لأبوها واللي بيدخل ولا كأن البيت بيته وبيعرفها انه هيبات معها يومين فبتحاول تشينج تاخده يتفرج معها على فيلم عشان نان يطلع وفعلا بيخرج نان وبعدها بيخبط على الباب كأنه جاي يشوف تشينج وبيعزموا أبوها ياكل معيهم وبعد ما بيخلصوا بيتردوا بالزوء فبيضطر نان يروح عنده روي وبيبات معي والصبح بيلاقي نان وروي انه أغنية أجنحة الدجاج اللي عملها نجحت والكل بتعجبه جدا وبنشوف تشان بيروح لدكتور تشينج وبيسأل على حالها وبيعرف انها مش هتيجي لإزبادة تاخد الحقن علشان مجغولة فبيطلع يتصل عليها وبيعرف انها عند والدة نان وبيقول لها ان حياتها أهم لكنها بتعرفوا انها مشغولة فعلا للإزبادة ولو عرفت أكيد هتيجي تاخدها وبالليل بيروح لهم نان وبيبقى عامل خطة مع تشينج علشان يقدر يبات في البيت لكن أبوها بيبقى مريئة بتصرفاتهم وبعد ما بيأكلوا بيخلي نان ينام على الأرض إكرما منه وشوية بيصحى وبيلاقي مراته في وشه واللي بتوعه تزعى عقله وبنعرف انه جاي بات عند تشينج علشان يتخانق مع أمها وطردته وبتقول له أمها يسيب نان وتشينج على راحتهم وما يقيدهمش وانها وثقة في بنتها وبتاخده وبتمشي والصبح بيصحى نان وبيلاقي تشينج عاملاله فطار وبتكون راحة الشغل وبيجي له روي وبيقول له انه لازم يتصور علشان يعمله دعاية أكتر للأجنية فبيوافق بعد ما بيفتكر أمنية تشينج وهي انها تتصور بفستان زفاف وبيعرف روي انه يتصل على تشينج ويبلغها انه هيتصور ببدلة وتشينج بفستان فرح مع ان روي كان مستغرب هو عايز ليه كده بس حمد ربنا انه نان وافق على حاجة أصلا وفي شغلة تشينج بتبلغها المديرة ان البنت اللي بتدربها مشيت لانها غلطت كزا مرة قدامها وبتعتزل لها تشينج وفبتقول لها المديرة انه ما فيش مشكلة وأكيد هيجي لها ناس تانية وبتلاقي تشينج بعدها اتصال من روي واللي بيعرفها انهم هيتصوروا فبتروح لهم على العنوان وبتلاقي نان لابس بدلة وعايزها تختار فستان فبتروح تختار واحد وبتلبسه وبيبقى شكلها جميل قوي وبيكون يوان هو اللي هيصورهم وبتروح تشينج بعدها وبتحكي الكو على الصور اللي بتبقى معجبة بشكلهم قوي مع بعض وبيبلغ روي نان بان حفلة عيد جواز اهل تشينج وافتتاحية مطعمهم بكرة ولازم يروح وتاني يوم بتروح تشينج الشغل وبتلاقي جوهنيك واللي بتقول لها انها جاية تتضرب علشان فيلمها الجديد وبتقعد تشينج تدربها وجوب تستغل الفرصة وبتقعد تتكلم عن علاقتها مع نان قبل كده وتشينج ما بتهتمش لكلامها وبيروح نان للافتتاح وكمان تشان هو كمان بيروح وبيقعد يديق نان وبيعرفه انه هياخد منه تشينج وبعد ما بتخلص تشينج بتروح على افتتاح المطعم وبيكون في ناس كتير هناك بتاكل وبيزبقها نان على البيت وبيزينه لانه قرر يعترف لها بحبه ولما بتيجي بتفهم هو هيقول ايه فبتقوله انها خلاص هتمشي وتروح بيتها فبيقولها نان انه بيحبها بجد فبتقوله انها بتحبه بس كمعجبة مش اكتر وبتطلع قودتها ويتاني يوم بتصحى وبتلاقيه قاعد قدام قودتها علشان كان خايف تسيب البيت وبيتصل عليها روي وبيقولها تخلي نان يفتح تليفونه علشان عايزه ضروري وبيكلمه نان وبيعرف منه ان الصحافة عرفت عنوان وصحة والدته فبيروح الوصحة وبيقوله الدكتور ان ده هيأثر على صحة مامته وانه لازم ينقلها فبيروح نان لقودة مامته لكنه بيشوف والد تشان واللي كان جاي يزور والدته فبيشد معا نان في الكلام وبيقوله يمشي وبعدها بياخد مامته وتشينج وبيقرر يوديها لبلدتهم القديمة وبتكون عامته عايشة هناك وبيفرج تشينج على بيتهم وذكرياته فيه وبتشوف صور وهو صغير بعدها بتروح تقعد مع مامته وبيجي لها اتصال من تشان وبيزعق لها علشان بتهمل في صحتها لكن هي بتقوله انها ما عندهاش وقت فعايزة تقضي مع الكل اخر ايامها وبتقوم علشان تجيب حاجة فبتقع وبتساعدها عامة نان وبتروح علشان تاخد دوايا فبيشوفها نانو بيقولها انه عايز واحدة من الفيتامين ده فبتتوطر تشينج ولسه هترد بتيجي عامته وبتبلغوا ان مامته مش موجودة فبيطلعوا كلهم يدوروا عليها وبيكون تشان جاي لتشينج في الطريق وبيشوف والدت نانو بيبقى عايز يخبطها لكن تشينج بتقف قدامه فبيفرمل بالعربية وبينزل يتخانق معها وبيخدها بالعافية في العربية وبييجي نانو مش بيلحقهم فبيدي ممطل عامته بيركب عربية علشان يلاحقهم وفعلا بيوقفهم وبيتخانق مع تشان لكن تشينج بتفضل ما بينهم وبيخدها نانو بيمشوا وبيروح نانو البيت وبيبقى متضيق وبيشرب وحتى تشينج بتشرب معاه وبيقول لها انها ما تسبهوش وهي بتوعده وبتقوله انها تفضل جنبه ويتين يوم بيقول لها انهم هيمشوا وعمته هتاخد ممطل بيتها وهتهتم بيها وبيودعوها وبيركبوا عربيتهم وفي الطريق بيفتكر نان عيد ميلاد صديق تشينج اللي في المستشفى وبتسأله عرفه ازاي فبيقول لها انه هو اللي عزمه وبيروحوا يشترون له لعبة هدية لكن مش بتعجبهم حاجة فبيشترون له كلب صغير وبيوصلها على البيت وبيقول لها ما تمشيش وتستناه لكن تشينج بتلم حاجتها وبتروح لبيتك ولما بيرجع نان ما بيلاقيهاش وبيفضل يرن عليها وهي ما بتردش وبتبعث له كيرسالة وبتقوله انها ما تعرفش ايه سبب المشكلة لكن تشينج عندها وانه يسيبها ترتاح شوية والصبح بيروح لها نان وبيستنيها تحت البيت وهي لما بتشوفه ما بتنزلش وبتستنى لما يمشي الأول بعدها بتروح المستشفى وبتدي صديقها هدية وبتمشي وبييجي نان هو كمان وبيعرف انها كانت موجودة فبيطلع يجري علشان يلحقها لكن بيجي تشانو بتركب معي تشينج بسرعة وبتشكره على مساعدته ليها فبيروح نان عند روي وبيحكيله فبيقوله يروح لابوها ويحكيله اكيد هيساعده وبيروح فعلا لابو تشينج وبيحكيله لسه ابوها هيساعده بيلاقي نان رسالة من تشينج بتبله ويقابلها في الملايه النهاردة فبيفرح نانو وبيمشي بسرعة وبتروح تشينج تقابله بالليل وتعرفه انها مش بتحبه علشان بتحب حد تاني وبيكون تشان اللي جيه علشان تشينج طلبت مساعدته وبيقول لها نان انها بتكذب فبيقرب تشان من تشينج وبيعمل نفسه انه بيبصها وهو اصلا بيكون حاطة يده لكن نان ما بيكونش عارف وبتروح تشينج بتوع التعايات وحتى نان بيروح يشرب وبيبقى متضايق قوي وبيجيله روي وبيقوله يفوق لشغله احسن وان فيه منتك كبير هيقابله النهاردة فبيقوله نان انه هيروح يزور صديقة تشينج في المستشفى الاول وبعدين هيجيلهم وبيروح نان فعلا وبيقعد يلعب مع الولد ويهزر معي ولما رفض ياخد الدواء من مامته بيقرر نان انه يدهوله بنفسه ولما بيمسك علبة الدواء بيفتكر انه شافها قبل كده بعدها بيطلع على المنتج واللي بيبقى عايز ان تشينج تظهر معي علشان الصحافة تتكلم عنهم قبل اعلان الاغنية الجديدة كترويج للبرنامج لكن نان بيرفض وبيقوم يمشي وبيروح بيته وبيفضل يفتكر ذكرياته مع تشينج وبتتصل بيا عمته وبتقوله انها لقيت حلقة تشينج واقع فبيقول لها ان السواء هيجي ياخده وبعد ما بيقفل بيفتكر كلامها بانها تفضل جنبه وفهم انها بتحبه بس فيه سبب مناعها وبيروح يستنيها تحت البيت وبتكون تشينج رجع في عربية تشان ولما بتشوف نان بتقوله يطلع بالعربية من تاني وبيشوفهم نان وبيركب عربية وبيطلع ورهم لكن ما بيلحقهمش بسبب اشارة المرور وبيودي تشان تشينج البيت هو شريه وما حدش يعرفه وبيعرفه على الست اللي ربته وبيكون اسمها فين واللي بترحب بيها وبتوديها القدطة علشان ترتاح وبيفضل نان يرن عليها لكنها ما بتردش وبالليل بيقعدوا ياكلوا وبتقوم فين تجيب حاجة فبيقول تشان لتشينج بانها لازم تبلغ عائلتها لكنها بتقوله انها مش عايزاهم يصرفوا كل الفلوس اللي معاهم عليها لانهم محتاجينها في المطعم وغير انها مش عايزة تتعب الناس اللي بتحبها بسبب فرقها فبيسكت تشان وهو حزين وبعدها بيتصل يوان على كو وبيبقى نان قاعد جنبه وبيحكولها اللي حصل فبتقولهم انها تتصل بيها وتطمنهم وفعلا بتتصل كو بيها وما بتردش تقولها هي فين لكن بتعرفها انها كويسة وكمان كم ساعة هتبعت لها صورتها علشان تطمن وبتتصور فعلا وبتبعت لها وكو بتبعت الصورة لنان وبتطمنه انها كويسة بعدها بتنزل تقعد مع تشان وبتسأله ليه مش بيحب مامة نان فبيقولها تشان بحزن لانها كانت على علاقة بابه وان مامته عرفت وما استحملتش وخلصت على نفسها وبعدها مامة نان تجننت وبتحس تشينج ان في حاجة نقصة في الموضوع وبيعترف لها تشان بعدها بحبه وبيقولها انه هيفضل جنبه ويتمنى لها السعيدة على طول وما بتكونش تشينج عارفة ترد تقول ايه وتاني يوم بنلاقي ان نان عرف مكان تشينج من الصور اللي بتبعتها وبيطلع على هناك وبتكون تشينج نزلت تتمشى تحت على ما الباقي يصحو وبتلاقي نان في وشها واللي بيديها الحلق بتاعها وبيقول لها انه واثق بانها بتحبه لكنها بتفضل مصر على كلامها وبييجي تشان وبينزلوا ضربه في بعض ولما جات تشينج تحوش بتقع على الارض وبيغمع عليها وبياخدوها على المستشفى ولما بيروح نان ياخد التحاليل ما بيكونش فاهم إيه اللي مكتوب قوي فبيروح للدكتور وبيعرفه عن مرض تشينج وبيعرف نان هنا ليه تشينج عايزة تبعد عنه وبيروح لها وبيعتبها وبيقول لها انه بيحبه ويفضل معاها حتى لو فيها ايه وانه هيسندها في فترة علاجها ويريد توافق لانه بيحبه وما يقدرش يستغنى عنها وهي بتوافق وبيرجعه تاني لبعض وبيشوفه متشان وبيمشي بعدها بيروح نان و تشينج البيت وبيجي لهم يوان وك وبيقضوا الليلة مع بعض وبالليل بيبقى نان قيعد بيقرأ اكتر عن مرض تشينج وبيبقى حزين من اللي بيقرأه لكنه بيقول لنفسه انه هيساعدها ويخليها نشيطة وتبقى كويسة وتاني يوم بتصحى تشينج بتلاقي نان محضر لها الفطار وكمان هيعمل معاها رياضة وبيبقى مهتم بيها جدا بعدها بيروحوا على الستوديو وبيدخلوا يغنوا اغنية اجنحة الدجاج مع بعض وبننتقل لتشان اللي بيبقى متضايق وداخل في اكتئاب وبيدخل عليه ابوه وبيقعد يقوله انه لازم ينسى الماضي ويبدأ من جديد لكن تشان بيتخانق معاك العادة وبيقوله يخرج ويسيبه وتاني يوم بتروح تشينج المستر أليكس المنتج وبتقعد تتحيل عليه انه يقبل نان وبترميله سيفي نان في العربية لكنه بيرميه وبتبصره تشينج بنظرة انها مش هتستسلم وبتبدأ تروح له في كل مكان وفي نفس اللحظة بيبقى نان قاعد بيبحث عن مرض تشينج وبيسأل دكاترة وبيحضر ندوات عن المرض علشان يقدر يهتم بتشينج وبسبب زن تشينج بيوفق أليكس انه يسمعها وبيقول لها قدامك خمس دقايق فبتقعد تحكيله عن نان وقد ايه هو مهوب لحد ما بيقولها ان الخمس دقايق خلص وبيخليها تمشي بعدها بيلاقي أليكس قاعد مع روي ونان علشان يمضوا العقد وبيقوله انه القرر يخليها اشترك في العرض وهيستثمر فيه وان الفضل كله الحبيب تشينج وانه لازم يحافظ عليها وبيستغرب نان من كلامه وبيسأله فبيقوله أليكس انها فضلت وراف كل حتة علشان تقوله عنه فبيبتسم نان وبيقوله انه هيحافظ عليها وعمره ما هيئذيها وبعدها بيروح نان البيت وبيفضل يهتم بتشينج وبيعمل لها كل حاجة عايزيها وبعد كم يوم بيتصل روي على نان وبيسأله عمل ايه فبيعرفه نان انه ما كتبش اي حاجة علشان مش جاي له الهم زي المرة اللي فاتت فبيقوله روي يحاول لان ما فيش وقت بعدها بيقفل معي وبيسمع نان عصف تشينج وفجأة بيطلع له وبيقولها تعزف تاني وبيبقى مبسوط ولما بتسأله بيقولها ان اللحن بتاعها ينفع على الاغنية بتاعته القديمة فما بتكونش تشينج فهمه قصده فبيوريها الورق اللي فيها كلمات الاغنية اللي كانت في دفترها وما بتكونش تشينج مصدق ان اللي كتبها هو نفسه نان وهو بيأكد لها انها بتاعته ورماها من فوق الكبري في لحظة ياس وبيقرر نان انه يعمل الاغنية دي وبتقوله تشينج انها هتساعده وبنشوف نان بيسجل الاغنية وبتبقى تشينج جنبه وبتشجعه على طول وجيه يوم العرض وبيتعرف نان على باقي المنافسين اللي معيه لكن بيسمع ان فيه متنافس تاني انضم ليهم في اخر لحظة واسمه جيان وشوية بتجيله تشينج وبتعرف ان جيان ده سرق الاغنية بتاعتهم وهي تأكدت بنفسها فبيقول لها نان ما تقلقش والحال دلوقت انهم هيغيروا الاغنية بتاعتهم وان اكيد المغني ده عمل كده بسبب المشكلة اللي كانت بينهم وطبعا بتستغرب تشينج لكن ما بيكونش فيه وقت لكنه بيقول لها تصق فيه وشوية بيلاقي جيان في الاوضة وبيتكلم مع حد عن الخطة بتاعته فبتوجه تشينج وبتقوله ان المشكلة اللي بينه وبين نان حصلت من زمان فطبعا هو ما بيحب الشيس مع كلامها وبيزقها وفجأة بنشوف ان نان شايف اللي حصل وبيتعصب جدا وبيروح يضربه وبتستغل الصحفية هناك الموقف وبتصورهم وهم في الوضع ده وتاني يوم بيلاقوا ان الصحافة كتبة عن اللي حصل بطريقة تانية خالص وبسبب كده بيتصل أليكس وبيزعق مع نان وبيقوله انه هيدي له فرصة اخيرة وبيطلع جيان يعمل فيديو وبيبقى رصه ملفوف بشيش وبيقوله الجمهور بان نان ضربه لان شايفه ما يستحقش يبقى في العرض ده وبيفضل جيان يتكلم علشان يكسب تعطف النسلي وبيبقى أليكس مقرر يوقف الاتنين عن التصوير لكن بتجيله جوه وبتقعد تتكلم معاه وبتدفع عن نان وبتعرفه انه ما يعملش كده الا لو فيه سبب قوي وبيروح نان للسواق بتاعه لما بيعرف ان امراته حامل وبيدي له هدية وبطريقة غير مباشرة بيعرف ان السواق ده هو اللي صرب الأغنية لكنه ما بيتكلمش وبينلاقي بعدها تشينج روحت لتشان علشان تعرفه الحقيقة وان نان هو اللي ساعده في المشكلة بتاعته لما جيان قاعد يشتم عليه وهو ضربه علشان بيدافع عن صاحبه وقال نان للكل انه هو اللي عمل كده علشان ما يخليش أبوي يمنع عن الفرقة وما بيصدقهاش تشان طبعا وبيقرر نان يغني في المقهى القديم اللي كان بيغني فيه زمان وبنشوف بعدها تشان روح لجيان وفضل يدرف فيه لحد ما بيعرف منه الحقيقة وتاني يوم بيروح له نان وبيقوله انه عايز يرجع ويغني مع بعض زي زمان وفي المقهى بيبقى الصحافة والناس مستنيين دخول نان وبيدخل نان وبيقعد يشكر في تشينج وبيشكرها قدام الكل انها في حياته وبيهديها الأغنية اللي هيغنيها وفي نفس الوقت تشان بيبقى بيسمع تسجيل مامته وتشجعها ليه وبيبقى نان بيتكلم عنه حلوة قدام الكل وبيقول لهم انه يتمني يبقى موجود وفجأة بيدخل تشان فعلا وتاني يوم بيقول لهم روي ان اللي حصل قسر الدنيا وبيبقوا فرحانين جدا وبتقرر تشينج انهم يحتفلوا وبنشوف ان في مطعم اهل تشينج عندهم مشكلة وهي ان الزباين مش بتجيلهم وبيقرروا يستعينوا بنان وبييجي نان وبيعمل لهم اعلان ترويجي هو وتشينج وفعلا تاني يوم بيجي لهم ناس كتير ومن ضمنهم جو واللي بتروح حبيها تشينج فبتطلب جوه اكل وبيكون من غير فود سوداني وبتروح تشينج المطبخ وبتبلغهم وبتأكد عليهم وبعدها بتجيب لها الاكل وبعد شوية بيلاقوا جوه تعبت ومش عارفة تاخد نفسها وبتيجي الاسعيف تاخدها وبيعرف والد تشينج اللي حصل وبينصدم بعدها بيجي اتصال لتشان بان مطعم تشينج قافل النهاردة وبيستغرب تشان لانه كان عنده عشع عمل فيه وبيقرر يروح هناك وبيلاقي مامة تشان وبتقوله اللي حصل ولما بيسألها عن تشينج بتقوله انها مع جوه في المستشفى وفي المستشفى بتبقى جوه قاعدة وجنبها المساعدة بتاعتها وبنعرف ان دي خطة من جوه اصلا وبتدخل تشينج علشان تطمن عليها وبيبقى ابوها معيها وبيعتذر من جوه هي بتقوله انها مسامحاهم لكن المساعدة بتهددهم فبيسكتها نان بطريقته وبعد ما بيخرجوا الكل بتوقف جوه نان وبتقرب منه وبتقوله انها سمحتهم على شانه لكنه بيوقفها عند حدها وبيمشوا بيسبها وبيروح الكل يشوف كاميرات المرأبة وما بيلاقوش اي حاجة وبيحب تشان يساعدهم علشان ما بقاش يجيلهم زبين فبيبعتلهم كل اللي يعرفوا وتاني يوم بيشوف نان الكاميرات من تاني وبيلاقي ان فيه بنت خبطت في تشينج وحطت حاجة وبتطلع جوه لايف وبتعرف الناس بانها سمحت المطعم وما حدش يضايقهم تاني وبتبقى عاملة فيها بريئة وبيبعت تشان على تليفون نان فيديو وهو فيه البنت وهي بتحط حاجة في الاكل بس شكلها مش باين وبينلاقيه راح عنده جوه بيحذرها انه يبقى ليها يد في اللي بيحصل فبيروح نان يسأل تشينج لو لحظت اي حاجة في البنت دي فبتقوله انها شايفت جرح على قديها وبيعرف نان مين البنت وبيروح نان ليهم وبيمسك ايد المساعدة وبيشوف الجرح وبيعرف انها السبب بعدها بيروح البيت وبيلاقي تشينج بتحاول تفتح علبة القهوة بس مش بتعرف فبيفتحها لها وبيعرفها كل اللي حصل بعدها بيروحوا المطعم كلهم وبيعودوا يحتفلوا بمناسبة ظهور الحقيقة وبيطلب نان تشينج للجواز قدام الكل وأهلها بيوافقوا وبيروح يخرج معيها في مشهد رومانسي وبيطلب ايديها بالحلق بتاعها اللي معي وبيلبسه لها بنفسه وبيعرفها ان مامته بقيت تتحسن وهيروحولها يبلغوها انهم هيتجوزوا وفعلا تاني يوم بيروحوا وبتبقى والدته اول مرة تعاملوا على انه ابنها مش جزها وبترحب بيهم وهم قاعدين بيلاقوا في التلفزيون خبر بمرض تشينج وبتشجعهم مام اتنان وبتقولوا لو بيحبها ما يسيبهاش ابدا وبيبقى ابوها وامها مش مصدقين ومستنيينها لما ترجع وفي الطريق كلم نان روي وقال له يلغي العرض بتاع أليكس لانه هو اللي نشر عن مرض تشينج وبعدها بيروحوا بيتها وبيبقى ابوها وامها مش مصدقين وعايزينها تكشف تاني لكن هي بتقولهم ان بقالها ستة شهور بتتعالج وان مرضها مالوش علاج وبيقعد ابوها وامها يعياته وبيطلبوا منها تيجي تعيش معهم من تاني وهي بتوافق وبتروح تجيب حاجتها من بيت نان وبتيجي كو وبتقعد تعاتبها لانها خبت عنها وبيقعدوا يعياتهم كمان وبتقول لها كو ان حتى لو ما بقتش تمشي خلص هي هتكون دراعها ورجليها ومش هتسبها ابدا وبتروح تشينجي بيتها وبيهتموا بيها عائلتها وتاني يوم بتروح الشغل علشان تقدم استقالتها فبتيجي الصحافة وبتقعد تسألها عن مرضها وكل ده خطة بتكون جوع عاملها فبيزعق لهم نان وبيقولهم ان محدش ليه دعوة بيها وهو مش هيسبها ابدا وهيفضل جنبها وبتروح مساعدة أليكس لي وبتقوله ان الناس كلها بتهجموا بسبب اللي عملوا مع نان وانه كمان ساب العرض فبيروح أليكس لمكتب روي وبيقوله يخلي نان يرجع العرض لكن روي بيحرجه وبيعمل نفسه انه مشغوله مش فضيله وبيخرج أليكس من عند روي من هنا وبيتصل بيه مديره على طول وبيقوله انه لو المشكلة دي ما تحلتش هيتروده من الشغل وبالليل بيبقى تشينجي ونان بيتمشه فبتطلب منه تشينجي انه ما يعملوش فرح فبيقول لها نان طالما هي عايزة كده فهو موافق وبيشله على ظهره وبيفضله يتمشه وبيبقى شكلهم لطيف قوي وتاني يوم بتصحى تشينجي وبتبقى عايزة تعمل أكل علشان نان لكنها حتى ما بتعرفش تقطع البصل فبييجي نان وبيلاقيها بتعيد فبيهون عليها وبيقطع هو البصل وهي بتحضنه من ظهره وبتعيد جيمد بعدها بيروح نان وبيتكلم مع روي وبيقوله انه عايز بيت جديد ينفع لحالة تشينج وبيعرفه على المواصفات اللي عايزها والصبح بيروح نان واتشينجي وبيتجوزه فبياخدها نان لبيتهم الجديد وبتفرح تشينجي جدا وبتعجب بكل تفاصيل البيت بعدها بياخدها للحديقة واللي بيبقى زارع فيها شجرة برتقان فبتجيب تشينجي خرطوم المية وبتعود تغرقه وهي بتضحك وهو بيجري منها وهنا بينتهي المسلسل أشوفكم بقى في ملخص جديد سلام